السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضع حبة قرنفل واحدة تحت اللسان كل ليلة قبل النوم والنتيجة ستفاجئك ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع مئة صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وادعمنا بإعجاب لهذا الفيديو وإذا كنت قد تناولت القرنفل اضغط لايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد من اليوم سوف تغير نظرتك عن نبتة القرنفل المعجزة التي لها قدرة هائلة على علاج العديد من الأمراض حيث أنه يساعد في حل معظم مشاكل الجسم فهو يخفف ألم البطن ويعالج الضغط المرتفع كما أنه يعمل على ثبات مستوى السكر في الدم ويعالج قرحة المعدة ويزيد من الصحة الجسدية والبدنية ويعالج حصوات الكلاة وآلام المفاصل وآلام الأسنان وما سيتم عرضه في هذا الفيديو سيجعلك حريص على تناوله يوميا القرنفل هذه النبتة المعجزة التي وهبها الله لنا فهي لديها القدرة على علاج كثير من الأمراض وعند وضع القرنفل تحت اللسان يحصل الجسم على كنز من الفوائد التي ستساعد في علاج المشاكل الصحية المختلفة وذلك لأنه غني بالعناصر الغزائية من بروتينات وكربوهايدرات وألياف وفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين سكس وفيتامين توالف وفيتامين أي وفيتامين هاء وفيتامين دالة بالإضافة إلى احتوائه على المعادن ومنها الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والماغنيسيوم والفوسفور والسوديوم والزينك وحمد الفوليكة والآن سوف نخبركم بفوائد وضع القرنفل تحت اللسان يساعد وضع القرنفل تحت اللسان يومياً على خفض الضغط المرتفع بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة ومواد تزيد من توسيع الأوعية الدموية والشرايين مما يساعد على انخفاض ضغط الدم المرتفع بشكل تدريجي حتى يصبح بصورة طبيعية يقل القرنفل من الإصابة بأمراض السرطان المختلفة مثل سرطان الرئة وسرطان الجهاز الهضمية يعالج القرنفل مشاكل الجهاز الهضمية مثل اضطرابات المعدة وعصر الهضم كما أنه يعزز من عملية الهضم عن طريق تحفيز إفرازات الإنزيمات الهاضمة وضع القرنفل تحت اللسان يومياً يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم كما أنه ينق الدم من البكتيريا والأجسام الغريبة يساعد القرنفل في تخفيف ألم البطن وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للتهابات تساعد في تخفيف الآلام ينصح بامتصاص القرنفل تحت اللسان لأنه يقوي عضلة القلب وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة يساعد القرنفل في علاج قرحة المعدة وذلك بسبب احتوائه على مجموعة من المركبات تساعد في علاج قرحة المعدة المؤلمة التي توجد في بطانة المعدة أو الاثنى عشر أو المريء يقي من الإصابة بانسداد الشرايين القلبية وذلك لأنه يساعد على انخفاض مستوى الكوليستيرول الضار امتصاص القرنفل تحت اللسان يساعد في تنزيل الوزن وذلك لأنه يخلص الجسم من الدهون المتراقمة بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة يساعد امتصاص القرنفل تحت اللسان في إزالة السموم من الكبد كما أنه يعالجها من تليف وهذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة نسأل الله لنا ولكم الصحة والعافية إلى اللقاء